السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتثبين مشاهدي الأعصار قناتكم إبراهيم للعقارات مكناسي اليوم سأكترح لكم عقار من الفئة المتوسطة توجد في منزل تكون فقط نصف لي جوج طوابق كل طبق فيه جوج شقة عقار ممتاز شو ما شاء الله فصالة اللي قليل فاشلقوا بحلقة أن الصالون مفتوح على السجر خاصة شقة كنت السكن المتوسط اللي فيهم أتمينة جدا مناسبة وفيهم مواصفات هائلة فتكون من المطبخ صالون السجر هذا الباب ديال الفصيل وكما ذكرنا عندك معك جار واحد في كل طبق هذه الدخلة مباشرة علي دينا لي من هذه القول المطبخ اللي هو هذا مطبخ ميساحة كبيرة لإضافة أنه تففر على البلاكار الفوق والتحت البطاجي جاء لشكل الآل شد جوج الجهات قرانيت بالنسبة لنوع الرخام جفناء بالإنوكس سانيتير من النوع الممتاز بالإضافة أن البطاجي مخدوم على البطالة الضالة والبيطون عاد محتوى فوق من الرخام إذا مطبخ عملي ويدوم إن شاء الله مدة التي هي طويلة هذه الشقة للذكر التي تتواجد في الطبق الأرضي كما ذكرنا تطفر من صالون سجر مطبخ حمام وجود الغرف بالإضافة للترس عندنا لا كور بالنسبة لهذه الشقة فحاليا رمز الجميع الطوابق متاحة ثمن بحل الفوق بحل التحت بالإضافة أن الفوق عنده مطبخ كبر من هذا وعندك بالكون وتبقى حتوى بنفس الثمن ديال ثلاثة وثلاثين مليون ثم إن شاء الله ستقابل للنقاش الناس الذين تتسألوا على المقاع فالمقاع الذي توجده حاليا فنحن توجده في حي تلال مشارية تلال حي تلال مقاع في جميع المرافق المدراسات طاكسي سويقة جميع المرافق التي تحتاج أي وعد في الحياة اليومية فهي قريبة كما ذكرنا أن الشقة تتوجد في الطابق الأرضي هذه الغرفة للوالدين تتفر على بلاكار وبإضافة تتفر على اللاكور فبالنسبة لهذه الشقة تنصورها في وحد الوقت اللي هو متأخر تنصورها بالليل فلهذا لأن الإنارة الشارع أو الإنارة الشمش لا تدخل لهذا الغرف كما ذكرت لأنه تنصوره في الوقت اللي هو متأخر لذلك تتعني بالإنارة المصابح فأنا تجازيونا على هذه المجهودات التي تنقوموا بها خليونا إعجاب كتحفيز وكي أننا كنا غيبين لمدة اللي ماشي بسهلة في السوق فهي تدعمونا بتعليق وتخليونا إعجاب فهي حاجة اللي هي بسيطة بالنسبة لكم ولكن نحن ستسألنا بكثير فهذا هو الجزاء الوحيد اللي ممكن أنكم تعاونونا به باش المنشورة دينا يتكترحوا على ناس وحدين أخرين اللي ما تعرفوش هذا الشخص الضعيف دينا بالإبراهيم يتعرفوا لنا الشريحة جديدة اللي تيقلبوا على العقار من الناس اللي من قبل كانوا تيقلبوا هذه السنة أو أكثر فرد يكون عندهم دراية كبيرة بهذا الشخص صدق تنتمنوا ما تبخلوش على لنا كان معكم أخوكم إبراهيم ما تنسوناش بالدعوات وإلى شقة أخرى وعقار أخر إن شاء الله فكما لاحظنا صورنا المطبخ الصالون سيجر رأينا رفض لحمام هذا لكي نعطيكم فكرة على المساحة التي تستغلها تستغل المقاول استغل المساحة التي تحتمل الدرج يأتي مثلا في البلاصة لماكينات الصالون إذن عندنا مطبخ كبير صالون ولا أرواع سيجر وجوج الغرف النوم وبمساحة كبيرة وبالإضافة البالكون هذا هو العقار اليوم إن شاء الله في هذه الأيام القليلة نقترح لكم الشقة التي تتواجد في الطابق الأول وبالإضافة أنها تتفرنا على البالكون في المطبخ ومساحة ممكن أنها تكون حسنة أكثر من هذه لأننا عندنا البروج في خارج السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله